مادة اللغة الإنجليزية كتير صعبة مادة اللغة الإنجليزية ما بتندرس أبدا مادة اللغة الإنجليزية مش عارف أفهمها وكتير من الأسئلة اللي بتخطر على بال طالب التوجيهي وللأسف خايف من مادة اللغة الإنجليزية مرحبا مرحبا يا حلوين يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم في حصة جديدة من حصة الوفاء في اللغة الإنجليزية مثل ما إنتوا شايفين كتير من الأسئلة اللي بتخطر على بال طالب التوجيهي عن مادة اللغة الإنجليزية وبالأحرى كيف أخلص من هاي المادة تعالوا أحكي لكم أنه مادة لغة الإنجليزية مش صعبة أبدا ومش بعبوع مثل مطلوب التوجيه بفكروها بس هاي المادة بحتاجة روآن وتكنيك معين لحتى تعرف كيف تدرسها بشكل صحيح فإذا أنت أتقنت طريقة دراستها أنت هيك ضمنت أنك تجيب أعلى علامة بهاي المادة وفعلياً تصير من أسهل المواد الموجودة عندك سوفيديا اليوم رح يحكي عن كيف ندرس مادة لغة الإنجليزية وبلس كمان أعطتكم بهذا الفيديو خطة لختم مادة لغة الإنجليزية بس بأربعين يوم يعني ما يقارب الست أسابيع رح تخلص من إش اسمها مادة لغة الإنجليزية فصل أول زي ما أنت بتحكي كيف نخلص من هاي المادة سو هلأ بدي أحكي لكم عن كم شغلة لازم تركزوا عليها كطلاب توجيهي إذا أنتوا عم بتدوروا على علامة كويسة بهاي المادة دعالوا أحكي لكم الوزارة على شو بتركز بالضبط أول شي الوزارة بتركز عليه هو عبارة عن القطع لازم تفهم كيف تدرس القطع بالشكل الصحيح فمشان هيك في بعض الشغلات اللي لازم تعرفهم عن القطع ثاني شغلة القواعد لازم تفهم السؤال بالامتحان على أي قاعدة عشان أعرف أحذف الإجابات الخطأ الخطأ يس هلأ بفهمك وكمان شغلة الderivation من أهم 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 القواعد اللي بتعتمد على أد ما تطالب حل على أد ما تطالب فهم يعني أنت لازم تفهم الفكرة الأساسية من الderivation بعد هيك بدك تظلك تحل عشان تتأكد أنك أنت شو فهم بعد هيك المعاني وأنا بعرف أن نصر الطلاب رح تطنش إشي اسمه معاني ولكن لازم أنك تدرسهم بعد هيك في عنا مادة الأدب وهاي هدية من الوزارة لإلكم ست علامات رح تحطهم بجيبتك وتمشي وبعد هيك في عنا الكتابة والتفكير الناقد اللي مخوفين أغلب الطلاب هلأ أول شي بدي إياكم تعرفوا بالنسبة للقطع كيف أتأكد أنه أنا فاهم القطع بالشكل المناسب تعالوا أحكي لكم أول شي في القطع بيكون موجود عندنا اللي هو عبارة عن المعاني فالمعاني الموجودين في القطع سواء كانوا في البوكس أو حتى الكلمات الجديدة الموجودة بالفقرة لازم أنت كطالب تكون فاهمهم هلأ نيجي للمعاني الموجودين في البوكس هدول المعاني مطلبين منك إنجليزي عربي إنجليزي إنجليزي لأنه حتمياً هيجي سؤال عليهم طب أنا مش عارف أحفظ المعاني إنجليش إنجليش كيف ده أحفظهم حكينا بكل فقرة إنه احفظ لي كلمات مفتاحية على كل معنى بتدلك شو هذا المعنى وإيش لازم أختار الجواب الصحيح ففي عندنا كلمات مفتاحية لازم بالمعاني تركز على الكلمات المفتاحية تمام؟ مهم جداً بالمعاني إنك تركز على الكلمات المفتاحية هذا بالنسبة للمعاني اللي رح تيجي إنجليش إنجليش طيب اللي بتيجي إنجليزي عربي أول صفحة في الانتحان الوزاري بتكون عبارة عن أسئلة معاني املأ فراغ يعني هيجيب لك أربع خيارات وكل خيار معنى مختلف لازم تميز لازم تعرف الترجمة وهيك أنت بتختار الإجابة الصحيحة تمام تمام فإذاً لما بدك تدرس القطع أول شي بلش بالمعاني لأنه لما بنا نيجي للنقطة الثانية اللي هي الشرح مستحيل تفهمه بدون معاني فأنا دائماً دائماً بفضل لما تيجي تدرس أي فقرة افهم معانيها بالبداية عشان أي كلمة جديدة عليك خلص تكون إيش فإنت قبل ما تبلش بالفقرة الرئيسية فتعالوا أحكي لكم هلأ المعاني لما بدي أجي أفهمها قبل ما أبلش الشرح لازم تكون عارف إنه الفقرات ممنوع تدرسها وتكون الفقرة مترجمه قدامك هذا أكبر غلط وكل الأسادزة يعني صاروا مجتمعين على هذا الموضوع متفقين عليه إنه ما بدنا يكون فيه دوسيات الفقرات الترجمة فيها وأنا دوسيتي هيك ما ترجمت أي فقرة أبداً ليش؟ لأنه بالوزارة ما في خيار أنقر للترجمة تمام؟ فمشان هيك أنت لازم تكون فاهم القطع قدامك إنها إنجليزية مش عربية عشان تغلب حالك وتدور على فكرة وتدور على معنى وتعرف كيف حل السؤال بيكون وهذا الشي بوصلنا للنقطة الثالثة الأفكار الرئيسية الأفكار الرئيسية الموجودة بالفقرة لازم مهم جداً ميز كل هلأ شوفوا إحنا لما نيجي ندرس الفقرات بيكون عبارة عن فقرة كثير طويلة صح؟ لما نشرحها نقسمها لفقرات صغيرة صغيرة لكل فقرة نعطي فكرة معينة تمام؟ تمام هاي الأفكار مهمة جداً عشان لما يجيني السؤال بالانتحان أنا أكون فاهم هاي السؤال وهاي الفكرة بأي جزء من الفقرة أجد تمام؟ تمام؟ هلأ أنا بعرف أن هذا الفيديو رح ينزل على اليوتيوب ومتاح لكل طلاب المملكة ولكن طلاب التوجيهي لما منشرح الفقرات شو كنت بعملهم؟ منحط خراءة ذهنية على كل جزء على كل جزء موجود بالفقرة يعني منخلص جزء معين بروح بعملهم خريطة ذهنية عشان يفهموا هذا الجزء ويعرفوا الأفكار الرئيسية اللي حكت عنها هذا الجزء من هذا الفقرة فمنطلع أن الفقرة معانا أربع خراءة ذهنية موجودة فيها كل الأفكار اللي بتحكي عنها الفقرة هذا الشي مش بس رح يكون متاح لطلابي أنا هون لحتى أفيد الكل تمام؟ فإذا أنت طالب شوي متوتر بموضوع الفقرات وحابب أنك تفهم أفكارهم الرئيسية ما تنسى أنك تفوت عقربنا التليجرام هذا مش إعلان ولا شي بس فوت عقربنا التليجرام موجود فيهم خراءة ذهنية على كل درس أو ما بدك تفوت عقربات وكتب لي بالكومنت أنك أنت محتاج خريطة ذهنية لفقرة معينة أو لدرس معين ونعيوني رح أعطيكم الخراءة هاي ومتاحة لكم كل ييتكم تمام؟ تمامي تمام فإذا لازم نفهم معاني شرح أفكار نيجي هلأ للموضوع الأخير للفقرات الأسئلة كتير يامس في أسئلة منشوفها بس ما منعرف نحلها تعالوا أحكي لكم ليش لأنكم أنتم متعودين على نمط واحد يعني أغلب الطلاب ماخدين بطاقات والأغلب مكمل على اليوتيوب صح صح والأغلب ماعتمد على المدارس يعني إذا شفنا قوائل المملكة كانوا ماعتمدين على المدارس هلأ شايفين الأسئلة اللي بتاخدوهم بالمدرسة وكتبوهم على ورقة شايفين الأسئلة اللي موجودة بالامتحانات المدرسية وكتبوهم على ورقة شايفين الأسئلة الأستاذك بيعطيك إياهم وكتبها مع ورقة ودور على مصدر أنت ما بتعرفه من قبل يعني أي أستاذ بطلع يعني بيخطر ع بالك جيب له أسئلة وحل عليه ليه؟ لأنك لازم تكون فاهم كل الأنماط كلمة واحدة ممكن تغير السؤال هلأ مس إحنا بعرف إنكم إنتوا عارفين الكوتايشن بعرف إنكم إنتوا عارفين التعداد عارفين أسئلة الـ ولكن في أسئلة عن جد ما بتعرفوها هذا بسبب إنكم إنتوا مش متدربين على كل الأنمطة فلما تاخدوا أكثر من سؤال لأكثر من حدا إنتوا هيك تتنوعوا بالأسئلة وشو ما أجد كلمة جديدة إنتوا فاهمينها هلأ أنا بحاول دائما إنه يكون في عنا أسئلة من أسئلة الكتاب وأسئلة وزرية سابقة وأسئلة جديدة بكلمات جديدة عشان الطلاب يميزوها تمام تمام إذن هيك إذا أنتوا ميزتوا هدول الأربع شغلات بالشكل اللي أنا حكيت لكم عنه أموركم بالقطع شو تمام تمام نيجي على الشغلة التانية واللي هي القواعد أول شي بالقواعد لازم نتميز القاعدة ميز القاعدة تمام مهم جدا إنك تميز القاعدة بالامتحان ليه عشان تحذف الإجابات بس أني إجابات الإجابات لخطأ يعني قاعدتك مثلا الجملة بتحكي عن present مضارع ليش بدي خيارات ماضي فبتروح بتحذف خيارات الماضي قاعدتك بتحكي عن ماضي بتروح بتحذف خيارات المضارع وهكذا لما تحذف إجابات خطأ بتقلل نسبة الخطأ بجوابك تمام فمشان أنك أنت بتكون مركز وعارف بالضبط أنا أش بدي أخطار تمام 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 فإذن بتميز القاعدة وبتحذف الإجابات طب أنا كيف أدرس القاعدة هاي تعالوا أحكي لكم أول شي لازم تفهم الفورم لكل قاعدة شو يعني فورم؟ يعني الشكل الشكل لازم تعرف شكل كل قاعدة كيف بيجي عشان أقدر أميز بالحل طيب عرفنا الشكل كمان شغلة لازم تعرفها الوظيفة مهم جدا أنك تعرف كل قاعدة شو وظفتها أنا ليش بستعمل القاعدة هاي ماذا بدي أستعملها كيف بدي أستعملها ووين بدي أستعملها وليش هذا أهم سؤال ليش بستعمل القاعدة هاي تمام فمهم جدا أنك تعرف وظيفة كل قاعدة فلما بدك تيجي تدرس قاعدة حط في بالك ثلاث شغلات شكل القاعدة وظيفة القاعدة والكلمات المفتاحية على هاي القاعدة إذا أنت بلشت دراسة قواعد أو مراجعة قواعد حط في بالك هذولة ثلاث شغلات ويمشي عليهم إذا أمورك تمام فإنت دراستك بالقواعد ممتازة وكثرة الحل على الأسئلة الوزارية رح تخليك واثق من حالك أكثر سدقني الثالث شغل اللي لازم نعرفها هي الderivation الderivation لازم تعرف شغلتين فيه بس المواقع والنهايات أنت كطالب توجيه مطلوب منك أنك تميز سؤال الderivation بيكون من خلال كلمة بس هاي الكلمة يعني مقررة بس نهايتها هي اللي بتختلف فأنت لازم تميز نهايات عشان تعرف نوع الكلمة شو هي ولازم تميز مواقع عشان تعرف شو تختار نوع للكلمة تمام؟ تمام تمام فإذا بالderivation مطلوب منك شغلتين طب يا مس درسته 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 وحضرته عند أكتر من مصدر بس مش فاهم إيش طبيعي إنك ما تكون فاهم إذا ما دربت حالك على الأماط والأسئلة فهذا الإشي أنا لقيت لكم الحل إليه إن شاء الله خلال الأسبوع هاد يعني بعد ما تنزل هذا الفيديو رح نزلكم فيديو بس فيه حل الأسئلة الوزارية من سنة 2020 لحد آخر دورة كانت اللي هي الألفين وستة تمام؟ هذا الفيديو موجود فيه كل الأسئلة الوزارية اللي وردت على الderivation هلأ إحنا بنعرف إنه بكل انتحان في عنا أربع أسئلة وزارية فعندك 2020 نظامي تكميلي 2021 نظامي تكميلي 22 نظامي تكميلي 23 نظامي تكميلي 24 نظامي فتخيل قديش رح يكون في عنا أسئلة ما يقارب الثلاثين سؤال وزاري على الderivation وفقط وزاري ومن آخر دورات أجت وما إنها آخر دورات أجت يعني هاي الأفكار الوزارة رح تركز عليها فمشان هيك بعد هذا الفيديو إن شاء الله رح نزل هاي الحصة وهاي الحصة مهمة جدا إنكم تحضروها فكل ما تدربت وشفت كيف الوزارة بتجيب أسئلتها رح يصر موضوع كتير أسهل عليك تمام 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 نيجي على المعاني مثل ما حكيت لكم هون المعاني لازم تحفظوا لهم كلمات مفتاحية مهم جدا إنك تميز المعاني وكلماتها المفتاحية وكل الأسئلة اللي ممكن إنها تيجي على المعاني ممكن تيجي بالـ activity book ممكن تيجي كامتحانات وزارية مهم إنك طالب توجيه تجيب ورقة انتحان وزاري وتحطها قدامك وتشوف شو الأسئلة اللي أجد عليها بس هذا الشي بدري عليه فإحنا كأسادزة وظيفتنا إحنا نجيب لك الأسئلة الوزارية عشان تحلها لأنه إذا جبت ورقة انتحان وحطتها قدامك وصار في عندك أسئلة فصل أول وأسئلة فصل ثانية تتخربط خصوصا إن إحنا هلأ بس فصل أول تمام؟ فأنا هاي الشغلات إن شاء الله قعدة بحللكم إياها وبنزلكم عليها حصص على اليوتيوب تمام؟ تمامين تمام بس يعني ما تنسى أنك تعمل سبسكرايب للقناة أوكي هلأ هذا الأدب هو عبارة يا إما قصيدة يا إما قصة وهاي هدية من الوزارة عليهم 6 علامات بتحضر هالحصة وبتروح بتحل الأسئلة كثير سهلين وما بدهم حكي أصلا نيجي على الكتابة والتفكير الناقد شوفوا الكتابة إنت مثلا إحنا عنا الوحدة الأولى بتحكي عن التكنولوجيا فبدك تدري بحالك إنك تعطي ثلاث مواضيع مو شرط كل يوم كل أسبوع أعطي ثلاث مواضيع عن التكنولوجيا مثلا الطب اللي هي الوحدة الثانية كانت تحكي عن الطب والمصطلحات الطبية برضه ثلاث مواضيع عن هذا الموضوع والوحدة الثالثة وهكذا فمشان هيك تدري بحالك ثلاث مواضيع عن كل وحدة تمام تمام ونصيحة شوفوا شو المواضيع الرائجة الآن في العالم كمناخ ما أعتقد عن الحروب ولكن يعني شو الأشياء اللي واردة في العالم مباريات كرة قدم رياضة كيف تأثر على حياتنا يعني هاي الأشياء الموجودة حوالينا حاول أكتب عنها تعبير لكم تمام 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 طيب بعد ما تدربوا وفي عندنا أسألة التفكير الناقد أسألة التفكير الناقد بتكون موجودة بعد ما نحل أسألة القطع آخر سؤال فأنت بدك تدرب حالك إن هذا السؤال ما يضيع منك لأنه عن جد هدية ولازم تعطي رأيك بهذا الموضوع فتقدر إنك تاخد هايك كلمات زي سرقة من الفقرة أو من سؤال وإذا إذا إذا تطريت بالامتحان وانسيت شايف أسألة تضع دائرة تقدر تلقط منهم كلمات وتحطهم عن جد والله ما بمزح هاي طريقة فعالة عن جد هلأ بالنسبة للكتابة كمان شغلة لازم نحكيها لازم تكون عارف تكنيكات الكتابة اللي هي إنه لازم أبلش بحرف كبير العنوان لازم أبلش بسؤال أعطي رأيي في الخاتمة لازم أستخدم أدوات ربط أتنقل بين الأزمنة وهكذا تمام 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 أوه كمان شغلة على الكتابة قاعدة بتذكر عشان أحكي لكم كمان شغلة على الكتابة مهم جدا أنك المظهر العام للكتابة يكون مميز لأنه تأخذ عليه علامة تأسيمة الفقرات مقدمة عرض وخاتمة عليهم علامة وهكذا هلأ الإشي اللي بدأ أعطيكم إياها اللي هي الخطة كيف بدي أختم مادة اللغة الإنجليزية بأربعين يوم لطالب لسه ما بلاش أو طالب حابب يعيد دراسة المادة من الأول ويكمل تعالوا أحكي لكم هلأ شايفين يونيت 1 تعتبر أطول وحدة موجودة في الكتاب وبما إنها أطول وحدة بدها أسبوعين عن جد مس أسبوعين بقدر أخلصها ياس أسبوعين ما بدك لا شهر ولا شهر ونصر أسبوعين بتقدر إنك تمجز يونيت 1 كاملة تعالوا أحكي لكم في الأسبوع الأول أنا خليت ما حكيت لكم اليوم هاد أدرس هاي الفقرة واليوم هاد أدرس هاي القاعدة لا 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 أنا أعطتكم مواضيع بالأسبوع الأول حاولوا إنكم إنجزوها يعني معكم 7 أيام لحتى تنجزوا أول شي تاريخ الحواسيب فقرة تاريخ الحواسيب سهلة جدا 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 وما بتاخذ معك الساعتين فإذن في عندك تاريخ الحواسيب في عندك قطعة استخدام التكنولوجيا في الصفوف ومعاها لازم تدرس إيش اسمه الفريزز تمام يعني بس تدرس هاي الفقرة أدرس الفريزز أعطيهم يومين تقريبا ولازم إنك تحفظهم لازم تدرس إنترنت الأشياء فقرة إنترنت الأشياء سهلة جدا وفي عندك الأزمنة اللي هي تنسز لو أعطتهم يومين برضو بكفي فصف عندك يومين بيومين أربعة خمسة ستة أيام ويوم مراجعة لهدول الشغلات تمام 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 هلأني جعل الأسبوع الثاني الأسبوع الثاني عندك قاعدة كوزيتف كثير سهلة ما بتاخد الساعتين الربورتد سبيتش خلينا نحكي نعطيها يوم ونحل عليها أسئلة وزارية والباسف المبني للمجهول برضو بدها يوم وما تنسى أنك تحل أسئلة الكتاب لأنه من أسئلة الكتاب اللي هو المش ملون رح يطلع عندك قاعدة اسمها الاحتمالات مهم جدا ورح يطلع عندك قاعدة الافي كلوز لما تحل أسئلة الكتاب رح تفهمهم فبالتالي صفه في عندك خمس قواعد بدنا ندرسهم هلأ الباسابلة تزيل الاحتمالات والكوزيتف تقدر تدرسهم بنفس اليوم تمام وباسف بويس يوم وبيصف عندك حلقة سئلة الكتاب والافي كلوز ممكن تعطيها يوم فبالتالي هيكصار في عندك أسبوعين بتنجز فيهم يونت وان كاملين ما قبلت أعملكم خطة ويكون الحكي مكتوب لا لا أنا حبيت أكتبه في إيدي عشان تفهموا الموضوع فإذا حبيت تعملوا لها سكرين يلا فإذا أنت معك بس أسبوعين وكافيين جدا لحتى تنجز فيهم مادة اللغة الإنجليزية للوحدة الأولى تمام تمام نتجع الوحدة الثانية هلأ شوفوا الوحدة الثانية بما أنكم عن جهزة وحدة أولى فنزاحلهم عن جد لأنه هي أطول أطول وحدة موجودة بالفصل الأول هلأ شوفوا الوحدة الثانية أنا أعطتها كمان أسبوعين لأنه في عنا derivation أوكي أوكي هلأ أول أسبوع إحنا بالوحدة الثانية في عنا أربع فقرات اللي هي الطب التكميلي هلالناس السعدة أكثر صحة الصحة في الأردن وفقر التحرك كثير سهلين ممكن الطب التكميلي تكون شوي جديدة لأنه مصطلحاتها شوي بدها بدها تعب فمشان هيك بتعطيها يوم يومين كافيين ومعك هدول رح يأخذوا منك ماكسما بخمس أيام بيضل عندك يومين بهذا الأسبوع عشان تدرس وتراجع أسئلة هاي الفقرات وتجيب عليها أسئلة إيش وزارية تمام تمام هلأ بالأسبوع الثاني بصفي عندك قاعدة اليوستو مهم جدا تحل أسئلة وزارية عليها بيكون في عندك الكلر إيديامز وأدوات الربط وقاعدة جيرند والإنفينيتف اللي هي المصادر والأفعال المجردة ما بتأخذ منك أنا شرحت عن يوتيوب بسي دقائق فهي ما بتأخذ منك ساعة كاملة تمام وبتحفظ الكلر إيديامز وبتحفظ أدوات الربط بدهم يوم صراحة وعندك الderivation قلتلك في البداية الderivation بده حل تمام تمام فرح يأخذ منك برضه تقريبا ما يقارب الأربع لخمسة أيام بصدف عندك يومين مراجعة أو بتقدر تأخذ يومي بريك فيهم عادي فبالتالي أنا مش تضغطيتك بهذا الجدول أبدا حابين تعملوا سكرين ليونة 2 تمام بعد هيك في عنا يونة 3 يونة 3 سهلة جدا 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 فيها ثلاث فقرات أديب البلوشي وفي المستقبل ومركز حسين للسرطان وفيه شغلة اللي هي السنة نمس اللي هي كلمات وعبارات بيكونوا يعني بنفس المعنى وفيه عنا أصلا إشي اسمه كلمات وعبارات لها نفس المعنى أريدي رح أنزلهم على اليوتيوب عشان تكونوا فاهمينهم أعطتها بس أسبوع يعني واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة باللي كثير رح يكون عندك يومين لتراجع يونة 3 تاخذوا لها سكرين أوكي أما يونة 4 يونة 4 نركز عليها شوي في عنا مصدر ستي قطعة ممكن تكون شوي كبيرة إنجازات الإسلامية الأب المؤسس للزراعة كثير سهلة وفيها قاعدتين الريليتف كلوزز جمل الوصل سوري في عنا هون الريليتف اللي هي بيكون فيها ضمائر تمام وبيكون فيها جمل وفي عنا الكلفت سنتنسز اللي هي جمل التركيز إذن جمل الوصل وجمل التركيز لازم نكون فاهمينهم وهذا الحكي رح ياخذ معانا أسبوع رح ياخذ معانا أسبوع هلأ فيه طلاب هتنجز هاي الخطة بـ 30 يوم وفيه طلاب بـ 35 يوم وفيه طلاب بـ 40 يوم أنا معطيتك ما يقارب الـ 44 يوم فإذا أنت لحد الآن مش مبلش بمادة لغة الإنجليزية هاي الخطة حرفيا إنقاذ لإلك فعليا هاي الخطة هتكون الإنقاذ لأي طالب لحد الآن ما بلش بمادة لغة الإنجليزية فهاي هدية لإلك شو بتستنى؟ لازم أنك تبلش لحتى تقدر أنك تفاها بصغفة في عنا الكتابة حكيت لكم بالبداية حاول كل أسبوع تدرب على موضوع الموضوعين للكتابة عشان تقدر تفهمهم أسئلة التفكير الناقد لما تخلص كل قطعة حل عليها سؤال لسؤالين تفكير ناقد والردي أصلا بجيبوهم كوبي بيست من الكتاب فلازم تكونوا إيش فاهمينهم إذن حكينا عن الكتابة والتفكير الناقد وأمورنا تمام تمام فيهم إذن هيك منكون أعطينا خطة كاملة لمادة لغة الإنجليزية حتى نخلصها لأي طالب لسه مش نبلش أو في طلاب حابة ترجع تعيد من أول وجديد صدقوني هالخطة يعني سفاحة جدا عن جد طيب هلأ نرجع هون في آية قبل ما أختم جدا عظيمة تحكي وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني مستحيل مستحيل كل لحظة وكل وقت أنتوا بتسهروا فيه وبتدرسوا فيه وبتبذلوا جهدكم وبتسعوا أن ربنا ما يعطيكم جزائكم على هذا السعي وهذا الإشي اللي أنتوا قاعدين تبذلوه هذا عبارة عن جهاد بالنفس فمستحيل هذا وعد من ربنا مستحيل يضيع لك أي لحظة تعب أنت بتمر فيها حتى لو كان الموضوع صعب حتى لو كانت مادة لغة الإنجليزية صعبة حتى لو أنتوا مش قادرين حاولوا حاولوا اسعوا واتركوا نتيجة على ربنا دائما دائما لازم تحاول أنك تسعوا وما تفكر بالنتيجة طالما أنت عامل الإشي اللي عليك فبالتالي أنت مش مطلوب منك النتائج أبدا أبدا تذكروا هاي الآية دائما وخلوها في بالكم دائما دائما كتير بحبكم وعن جد بتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو وما تخافوا من مادة لغة الإنجليزية والله إنها سهلة بس تعرفوا كيف تدرسوها صح عشان ما تضيعوا وقتكم عليها وما تنسوا أنكم تخلوها بجداولكم اليومية للدراسة لأنه هي بدها متابعة وهيك أنا أعطتكم خطة وأعطتكم طريقة الدراسة وأعطتكم الشغلات اللي بتركز عليها الوزارة يارب إنكم تستفيدوا اكتبولي كلام حلو بالكومنتات إذا عندكم أي سؤال اكتبولي كمان إذا بدكم الخرائط الذهنية برضو اكتبولي رح أبعد لكم إياهم كلهم ما تنسوا إنكم تعملوا سبسكرايب للقناة هذا أهم شيء وإذا بدكم ابعتولي على حساباتي خاصة باسم وفاء الجزرة هيك أنا بكل خلصت بشوفكم بفيديو شديد مع السلامة